زي ما كنا نتكلم معاكم في بداية حلقتنا النهاردة عن أنه فيه ناس بتعاني من أعراض اكتئابية في تغيرات الفصول زي مثلا تهيب فصل الصيف وتقول فصل الشتاء زي الأيام اللي احنا فيها دي دلوقتي وده معروف بالاكتئاب الموسمي أو اكتئاب الفصول فيه أشخاص كتير كمان بياخدوا وقت طويل على ما يقدروا يتخلصوا من هذا الاكتئاب ويرجعوا لطبيعتهم مرة تانية هنحاول جمالة في الفقرة دي نتعرف أكتر مع حضراتكم عن الاكتئاب الموسمي مع فصل الخريف تأثيره ايه تقليل أضراره هنعرف معلومات كمان علمية وطبية عن صحة أن واحد مزاجه يبقى مختلف أو موده ما بقاش فيه أفضل حالاته خلال فصل الخريف معنا في استوديو صباح الخير يا مصر دكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس وأمين عام الجمعية المصرية للطب النفسي أهلا بيك يا فندم منورنا صباح الخير يا فندم صباح الخير عسادة المساهدين كلهم يا فندم بداية عايزين أعرف من حضرتك طبيعة الاكتئاب الموسمي علميا وطبيا توصيفه ايه؟ احنا عارفين ان ربنا خلق مزاجنا متقلب عمتا ما فيش حد مزاجه سابق طول الوقت بعض الناس مع تغير الفصول وتغير البيئة الجو ساعات النهار تغيرات كده كتير بتحصل بيحصل لهم نوع من التغيرات الهرمونية والكيميائية في جهازهم العصر معظمنا بيجي لنا نوع من الأسى أو الشجن معها دخول الخريف أو معها دخول الشتاء لكن ده مش اكتئاب ده مجرد تغيرات مزاجية بسيطة كلنا بنشعر بيها وبنعيش حياتنا عادي واخرين وده اقل شوية بيجي لهم تغيرات مزاجية ايجابية بالعكس بقى تغيرات كيميائية تديهم نشاط فيه ناس تحب الشتاء والقريف لكن الأعمل بيحصل العصر بيحصل العصر على ربنا خلقنا ازاي احنا بنسميها اللي هو التكوين الجيني بتاعنا كل واحد جيناته مختلفة عن الآخر لكن بعض الناس مع تغير الفصول خصوصا دخول الشتاء بيجي لهم بقى ما يطلق عليه اضطراب الاكتئاب أو مرض الاكتئاب وده ليس فقط حزن وقسة وشجم ده حاجة اكبر من كده تشتمل على فقدان الطاقة ببقى ما فيهش نفس اعمل اي حاجة وبنسميها كمان فقدان النفس حضرتك ايه لو عنده اكتئاب ما يطلق الفصول انا لا فيه لا فيه نفس ولا ليه نفس ده كمان بيصاحبه ودي حاجة يعني مؤسفة الحقيقة افكار سودوية او افكار سلبية لكنها احتلت بماغي البناء ادم فدائما يرى كل شيء اسود كل شيء حزين كل شيء الجانب السلبي فيه طبعا ده بيؤدي مع الوقت وخصوصا لو استمر الفترة الى اعاقة عن القيام بادورنا في الحياة ايه لو انا ام مقدرش اخد بالي من ولادي لو انا اب مش قادر العب دور الاب لو انا موزيع زي ساعتك مقدرش ااجي الشغل وبالتدريج بالتدريج لو ما تعالكش ممكن بقى يؤدي ما شاء الله الى بقى تمني الموت واشياء مضغفات خطيرة جدا ولكن في معظم الاحوال ده لا يحدث بتبقى فترة مؤقتة وبيقدر الانسان الى طبيعته بعد كده ده دكتر يعني حضرك قلت في البداية انه في ناس ممكن مزاجهم يتغير ان كان مع دخول الشتاء او مع دخول الصيف لكن فكرة الاكتئاب الموسمي ده بيكون سبب ويختلف عن ايه عن تغير المزاج كلنا عندنا تغيرات مزاجية حتى على مدار اليوم اما الاكتئاب فضمرض زي السكر زي الضغط عبارة عن تغيرات كيميائية وعصبية فيما يطلق عليه الدوائر العصبية في المخ متعلقة بالتقص؟ متعلقة بنقص ساعات الشمس يعني دايما مع دخول الخريف عدد ساعات تعرضنا للشمس بتقل الجو بيبرد وكأنها تغيرات قد تكون فيسيولوجية مفيدة في الاول ان احنا بنحافظ على طاقتنا عشان الدنيا هتتيتبرد ومحتاجين ايه نستريح شوية ولكن في بعض الناس اللي عندهم هذا الاطراب هذا المرض زي ما الانسولين بيقل جدا في مرض السكر مادة سماها السريدونين والدوبامين بتقل جدا في الجهاز العصبي فبيجيلي اضطراب الاكتئاب وليس التغير المزاجي الطبيعي اللي كلنا بيحصل لدك دكتور هشام ايه هي الاعراض اللي تقول لي انه لازم اروح للطبيب وانه فعلا انا داخل في حالة اكتئاب موسم احنا في حاجة بتقول لي احنا احنا عندنا علامات معينة لو شفتها انا حستها لازم اتجه للطبيب او لو حد شافها علي لازم يزقني بسرعة لان اروح للطبيب رقم واحد اني اصبحت لا استطيع ان انا اعود مع الناس الانهزال او العزلة لو بقت عزلة كاملة ان انا ما بعودش مع حد خالص دي علامة خطر جدا العلامة الاخرى ما يطلق عليها الالفاظ التي تدل على اليأس مفيش فايدة مفيش حل مهما حصل انا مش حاس ان في حاجة هتتغير خالص لو انا كانسان بقى انا اللي بحس فقدان الشغف فقدان الحماسة فقدان ما يطلق عليها ميزة الاستمتاع بالاشياء حتة الاستمتاع بالاشياء دي قد تبدو انها مش حاجة مهمة جدا لكنها مهمة جدا ان انا استمتع باكلة باكلها فاجوع فاطلبها تاني فيه نوعين من فقدان الشغف احنا بنخاف منهم جدا في الطب النفسي ايوا حاجة اسمها الشغف الحالي ان انا مش مستمتع بقى اي حاجة وعندهش حماسة لأي حاجة ولكن اللي أوحش منها حاجة نسميها شغف التوقع إن أنا بقول لنفسي وأصبحت مقتنعا إن حتى في المستقبل مش هستمتع بقى أي حاجة أول ملاي البناء آذن بيكلم إن المستقبل مظلم وأنه لن يستمتع بيه أبتدي أشك إن إحنا داخلين في المرحلة الثالثة من الاكتئاب اللي هي تمني الموت ثم بعد كده مجرد تطور إلى شيء آخر نزع تشاؤمية جدا بالضبط يا فندا إن أنا شايف المستقبل مظلم وإن أنا مش هتحاسي إحنا ممكن نكون حزين دلوقتي أو مخنوق دلوقتي ولكن عندي أمل إن أنا بقرة هيبقى أحسن اللي هو دايما حتى المقولة الشعبية بقرة أحلى من النهاردة لكن الإنسان المكتئب اكتئاب حقيقي اللي هو اطرابل اكتئاب يرى أن بقرة أسوأ من النهاردة ودي علامة خطر جدا ويجب التوجه إلى المساعدة في أسرع وقت طبعا يعني مش قول بقى العلامات العادية خالص اللي هو طبعا إن أنا أفكر في الموت أو أتمنى الموت أو الحاجات دي طبعا التوجه للعلاج النفسي ده حاجة مهمة جدا طيب دكتور دايما بنسمع أنه لو حد بيعاني من الاكتئاب بنسمع ناس أحيانا تقوله ده قرار لازم أنت اللي تقرر أن أنت تبقى أحسن وأن أنت اللي تقرر أن أنت ترفض الوضع اللي أنت فيه هل بالفعل الخروج من الاكتئاب هو معتمد على قرار الشخص فقط ولا أحيانا حقيقة بيكون مرض نفسي بيحتاج علاج حتى لو بأدوية أني مرحلة فيهم وهو إيه فيهم طبعا لو إحنا بنتكلم عن اضطراب الاكتئاب أو مرض الاكتئاب فالإنسان لا يملك قراره ولا يستطيع مساعدة نفسه إلا أنه يستمع إلى كلام الأطباء وكلام الناس اللي بيساعدوه فقط لكن لو بنتكلم على مشاعر مزاجية حزن أو أساء أو عندي مشكلة في العمل مثلا ومدايقاني هنا ممكن أساعد نفسي هنا ممكن أخد قرار أن أنا أخرج من المشكلة أو أحل المشكلة لكن لو عندي اضطراب الاكتئاب فالمريض لا يستطيع مساعدة نفسه يجب أن يتوجه للمساعدة حالا زي مريض الضغط هل مريض الضغط يقدر يعليق ضغطه؟ لازم هياخد دواء للضغط زي مريض السكر فالطراب الاكتئاب ما هو إلا مرض طبي ناتج عن خلل كيميائي لا يمكن لأي حد يصلحه نفسه طيب إحنا ثقافة الطب النفسي برضو عندنا طبعا تغيرت عن زمان لكن فكرة أننا أروح لطبيب نفسي أي حد زي ما يمر بأي مشكلة أقولك هي ممكن مزاج متقلب وبعد كده حبقى كويس وحبقى أفضل هل الثقافة دي تغيرت وإزاي أدعم الناس اللي هم بش عارفين يخرجوا من مشكلة معينة وعندهم فعلا دخلين في دوامة الاكتئاب إنه فعلا يروح للطبيب النفسي ويداوم على زيارة أنا متفق مع حضرتك إن الثقافة لسه مزي ما إحنا عايزينها ولكنها أفضل من زمان ولكن عيب هذا المنظور الثقافي للطب النفسي الآتي معظم المرضى اللي بيجوا العيادات النفسية دلوقتي بيجوا بعد فترة طويلة من المرض وكلما طالت فترة المرض بدون تدخل علاجي كلما كانت الاستجابة للعلاج أصلا مش أحسر حاجة فعلى كده إحنا بننصح الناس الوقاية أفضل من ألف علاج هل في حاجات ممكن لو أنا عارف إن أنا معرض للإصابة وبيطلق علي الإكتئاب الموسمي أو إكتئاب الفصول إن أنا عاملها عشان ما يجي ليش هذا الإكتئاب آه إحنا بنقول لو أنا قدرت كإنسان طبعا طول السنة أفضل بس حتى قبل دخول الفصل اللي أنا متوقع إنه هيجيلي فيه الإكتئاب إن أنا أحافظ على متانة أو صلابة جهازي العصبي ده هيقلل فرصة حدوث الإكتئاب وحتى لو جيه هيجي أقل حدة مما يأتي قبل قبل ذلك من الأشياء البسيطة ممكن أي إنسان يعملها إنه يشرب سويل اكتشفنا إنه كل ما كان الإنسان بيشرب ميا كويس وجسمه عنده احتياجاته من المياه كل ما كانت خلايا الجهاز العصبي أكثر قدر على تحمل الضغوط والتغيرات المناخية جميل الحاجة التانية ودي حاجة سهلة جدا المشي يوميا لمدة تتراوح ما بين 30 ل 60 جيئة غير إنه بيحافظ على عدلة القلب كمان بيحافظ على صلاة الجهاز العصبي رقم تلاتة ودي حاجة بتالي يتميز بها الشعب المصري بقى الصحبة الجيدة جميل كل ما كان عندي أصحاب أو صدقات أو حتى أفراد عائلة جيدين وداعمين وبنقعد مع بعض وندردش ونفطفض ونتكلم عن الحياة كل ما ده برضو ساعدني على إن أنا ما يحصل ليش مرة تتراوح بيقوي الصحة نفسية بالضبط يا فاند طيب خيني أرجع مع حضرتك مرة تانية للاكتئاب فكرة الاكتئاب الموسمي خاصة للناس اللي بتكتئب هذا النوع من الاكتئاب في داية دخول الفصل الخريف أو الشتر هل لو الشخص ده سافر لمكان في شمس لأن حضرتك قلت لي إنه بيبقى بسبب يعني خفة أو نقص تعرض لضوء الشمس ده حقيقا فهل لو سافر مكان التقص فيه أفضل أو فيه شمس ده يؤثر على نمط الاكتئاب أو حدة الاكتئاب الموسمي؟ ده حقيقة يقلل من فرصة حدوثه ولو يهيه حقيقة أقل من المعتاد في بعض بلاد العالم زي مثلا شمال كندا زي بلاد الإسكندنفية حيث تختفي الشمس تماما علاج الاكتئاب الموسمي هناك وإيه؟ بيعرضوهم لضوء شبيه ضوء الشمس عشان ده يرجع الكيموايات دي كيمواياتهم تكتين مصر من البلاد المحظوظة احنا عندنا الحمد لله حتى في الشتاء في شمس بس ناس كتير عشان البرد بيبقاعد جوه البيت هم كلفة نفسه ما بتحركش فواحدة من أساليب اللقاية هي إن أنا أعرض نفسي للشمس فترات أطول خصوصا فصل الشتاء الشرب السوائل مهم جدا زي ما حضرتك ذكرت هل في نمط يومي من الحياة ممكن أتابعه يقيني من التعرض لإكتئاب الفصول يعني أطعمة معينة نشاط معين ممكن أمارسه يوميا يخليني أبعد أو لا أتعرض للإصابة بالإكتئاب الإكتئاب زي ما احنا اتفقنا يا فندم هو مرض بيصيب الجهاز العصبي كل ما أنا قويت جهاز العصبي كل ما كان أصبح قادرا على مقاومة الإكتئاب أو حتى لو جي الإكتئاب يبقى أضعف من العادي الحاجات اللي فعلا تخيل جهاز العصبي سامحك قلت السوائل ومارسة الرياضة بانتظام يوميا الحياة الاجتماعية الجيدة وحاجة بقى مهمة دانيا تنظيم الوقت كل ما كان الإنسان وقته منظم وقادر يشغل أوقاته بحاجات يا سلام بقى لما تكون كمان ممتعة كل ما ده بيقيم المرض الاجتئاب هل هناك أكل معين بيحسن المزاج على عكس المفهوم الثقافي المنتشر إن الشوكولاتة أو الأكل المليان سكر تخلي الموت حلو ده للأسف وقتيا ولكن التمن اللي بيدفعه الإنسان إن طبعا وزنه ممكن يزيد وده يبقى ضغط عليه الحاجة التانية إن هذا التأثير لحظي ولا يستمر بالعكس ده هذه اللحظة من السعادة أو النشوة قد يعقومها حزن زيادة بعد كده فإحنا بنقول وكل الأبحاث قالت إن الأكل الصحي وخصوصا ما يطلق عليها حمية البحر الأبيض المتواصل اللي هو الأكل بتاعنا حقيقة السلطة والزاتون وزيت الزاتون والسمك وما يطلق طبعا بقت غالية جدا المجسرات والحاجات دي هي اللي فعلا بتحافظ على الجهاز العصبي بتاعنا وتقلل الكتاب دكتور حيبقى فيه مسميات كتير جدا لتعاول مع الصحة النفسية يعني بقينا بنسمع عن سيكولوجست أو طبيب نفسي يعني أخصائي نفسي سايكايترست اللي هو الطبيب النفسي وبعدين لايف كوتش وبعدين ثيرابيست يعني معالج نفسي فيه أسماء كتير جدا يعني إيه الفرق بينهم وخليه بردو استرحى ديك على سؤال مهم جدا أعرف منين إذا كان هذا الشخص أيا كان هو مين في الأربعة إذا كان شخص مؤهل إنه هو يتعامل معاه وانا بتكلم على حد بتاعنا مع صحتي النفسية ده بيعرف عني حاجات كتير جدا وموضوع خطر جدا أنا هقولها بطريقة مبسطة جدا أرجو أن لا تكون مخلة الطبيب النفسي هو خريج كلية الطب اللي درس الجهاز العصبي ومواد الكيموية وفاهم ماذا يحدث اللايف كوتش هو أشبه بمدرب الجيم ولا يستطيع العلاج ولكنه يستطيع زي ما مدرب الجيم بيقوي لي عضلاتي ويحسن لي الليونة بتاعتي وستريتشاته الحاجات دي هو نفس الفكرة فهو لا يتعامل مع مرضى ولكن يتعامل مع أصحاء عشان يديهم مهارات أكتر ليبقوا أكثر سعادة أو أكثر حالة في الحياة أما خريجي أداب علم نفس اللي هما بيسموا أخصائيين نفسيين دول بيبقى خريجي كلية أداب قسم علم نفس بعدها لازم ياخد سنتين حاجة يسمى تدريب علم نفسي كلينيكي دول عشان يقدروا يساعدوني لازم يكونوا مرخصين من جهة في مصر معروفة اسمها لجنة الترخيص للعلاج النفسي ربما بعد كان يبقى أسبو ثيرابيست أو أخصائي نفسي كلينيكي أين كان المسمى في وزارة الصحة لو معهوش هذه الرخصة فهو غير مؤهل لأنه يعمل الكلام مين ما نوت بيكتابة أدوية طبيب النفسي فقط لأن أي القانون المصري واضح ما حدش يقدر يكتب دواء ولا يتدخل ويلمس جسد المريض أو يعمل أي حاجة فيه إلا لو مسجل في نقابة الأطباء وسجل الأخصائيين والاستشاريين في وزارة الصحة نجي لحد مصاب بهذا الاكتئاب جدوى الأدوية فنديم لأنه الأدوية في عالم مرض الاكتئاب عموماً بكافة أصنافه وأنماطه مختلفة إلى أي مدى العلاج الدوائي بيكون مؤثر وهل فقط بيتم الاعتباد عليه ولا فيه عوامل أخرى مساعدة هقربها للسادة المشاهدين زي علاج السكر أو مرض الضغط إحنا بنعالجه زي بندي أدوية تضبط الضغط اللي إحنا بنسميها أدوية مضبطة للضغط نسميها مضادات الاكتئاب بنقلل الملح في الأكل فإحنا بنغير أسلوب حياتنا وبنغير طريقتنا في التفكير عشان ده بيساعد الأدوية كمان بنقول للعيان بتاع الضغط مارس الرياضة والحاجات دي عشان ده بيساعد على تصبيت الضغط برضو بنقول للمريض الاكتئاب اعمل كل الحاجات دي لأن الغرض النهائي هو عودة المواد الكيميائية إلى طبيعتها في بعض الناس لو ضغطي مجرد ضغطي ارتفع قليلاً ممكن عن طريق تقليل الملح وتغيير أسلوب الحياة أتحكم في ضغطي هل المواد الكيميائية دي انخفاضها أو ارتفاعها بتقاس علمياً يعني بيتم فحص المريض بشكل علمي؟ هقول له حقيقة بتقاس علمياً ولكن بطريقة معقدة جداً وغالية جداً فما بتتعملش غير في بعض الأبحاث يعني اللي هي الأبحاث الممولة تمويل هائل ولكن زي ما بشخص مثلاً التهاف فيروسي هل أنا كل إنسان جاله برد باخد منه مسحة واروح اوديها معمل بتاع ما عرفش فيروسات عشان شخص ولا أنا عارف إن الأعراض دي بتسوي كذا ففي الأعام بنعمل كده لكن لو حد حاب يعمل الكلام ده بس طبعاً هيكلفه مئات الألاف فيه فعلاً فحوصات معينة بأجهزة معينة بتقيس نسبة المواد الكيميائية ومدى نشاط ما يطلق عليها الجهاز الغصبي فبنستخدم الأدوية ده علاج أساسي لو الاكتئاب قليل قوي 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 وممكن عن تغيير أسلوب الحياة إن يتحسن ممكن نجرب الحكاية دي لكن مع الأدوية بنستخدم برضو ما يطلق عليها العوامل المساعدة اللي هي تغيير أسلوب الحياة الأكل الصحي التعرض للشمس اللي هو إحنا في جو شتوي وكمان تغيير منظرنا للحياة في بعض الأدوية دكتر اللي بتبقى موجودة في الصيدليات ممكن نقول بتحسن من المزاج أو في ناس ممكن تروح تاخدها وتشتريها من الصيدلية من غير رشدة الدكتور وموجودة يعني زي بيطلق عليها OTC أو Over the Counter موجودة مفيش دوة مضاد لإكتئاب OTC ما يطلق عليها OTC أو Over the Counter طبعا في مصر طبعا الدنيا بس هي محتاجة تنظيم أكتر هي مواد طبيعية بيسموها تزعم أنها تحسن وظائف الجهاز العاصبي وتحسن زي تريبتوفان زي مش عارف تيروسين زي أشواجندة اللي هي حاجات عشبية أما الأدوية اللي واخدها ترخيص أنها مضادة لإكتئاب فهي زي الأنتي بيوتكس زي الأنتي هايبرتائي اللي هي مضادات الضغط يعني أدوية دي مش مش در هنا بقى المفهوم الخاطئ المجتمعي في حاجة اسمها مهدئات علاج الإكتئاب ليس المهدئات هي مضادات الإكتئاب الأدوية اللي هي لازم تستخدم بحضر هي ما يطلق عليها المهدئات دي حاجات بقى مشتقات مش عارف حاجات معينة تاني لا تستخدم في علاج الإكتئاب الإكتئاب زي ما يجي لي بالفيروس باخد مضاد حيوي هنا جاندي إكتئاب باخد مضاد إكتئاب وهو ليس مهدئا طيب رشدت السريع دكتور هشام للمشاهدين في نقاط كده محددة عشان أحافظ على صحته النفسية مع تقلب الفصول ما ننساش كان فيه مقولة شئيرة زيما يعني العقل في الجسم السليم كلما حافظت على صحاتي الجسدية كلما كان جهاز العصبي قادر على مقاومة الضغوط والاكتئاب والحاجات رقم اتنين كلما كنت رجل اجتماعي أو ست اجتماعية وعندي شبكة اجتماعية دا عينة كلما دا قلل طارتي لكده آخر حاجة ما تنساش شرب الميا الماشي يوميا تنظيم الوقت وحاجة بقى أعتقد أن احنا كمصريين نتلاز بيها الروحانيات كلما كان عندي قناعة أن هناك قوة عظمة هي اللي في ضهري وهي غالبا كان بالي المستقبل وهي أكيد دائما هناك خير في الآخر حتى لو أنا مش شايفه كلما دا قلل تأثير الضغوط عليها أنا بشكر حضرتك تبعا شكرا جزيلا دكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي جماعة تعين شمس وأمين عام الجماعية المصري للطب النفسي شكرا لحضرتك نورتنا وشرفتنا جبتور صباح خير على حضرتك